عبر الأقمار الصناعية من الرياض معي أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دكتور عصام المركاوي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عصام لو بدأنا بافتتاح القمة طبعا خادم الحرمين الشريفين أعلن رفض محاولات استغلال الإسلام تحت غطاء كغطاء لأغراض سياسية انطلاقا من ضخامة الشراكة التي نتحدث عنها توقيت هذه الشراكة ووزن البلد الذي يعلن عن هذه الشراكة إلى أي درجة هذا يعد أيضا رسالة لأنظمة تدعم الإرهاب بطريقة تمارس الإرهاب بطريقة أو بأخرى في الواقع القمم التي عقدت في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض هي تعطي أكثر من رسالة ولكن الرسالة الهامة والأولى التي تم إرسالها ومن عاصمة المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين تبين وتقول للعالم بأن اجتماع قادة الدول الإسلامية في هذا المكان هو دلالة واضحة على الرفض القاطع للمسلمين جميعا بما فيهم قادة هذه الدول لجميع التصرفات والأعمال الإرهابية التي يدينها الدين الإسلامي بذاته لذلك نرفض جميعا كدول إسلامية أن يتم إلصاق هذه التهمة بالإسلام أو بالدين الإسلامي لأن الأفراد أو سلوك الأفراد هو سلوك شخصي ولا ينم عن التعاليم الدينية وبالتالي كانت رسالة واضحة ونجحت المملكة العربية السعودية ونجح قادة العالم الإسلامي باجتماعهم ليقولوها وبكل وضوح وبصوت عالي أننا جميعا ضد الإرهاب وأن الإرهاب لا دين له ولا أرض ولا وطن صحيح وترامب أكد هذا يعني بعدما كان في البداية في عملات الانتخابية متقدا أو يعني فضفاضا بأفضل حال فيما يتعلق بهذا الموضوع دكتور عصام الشراكة هذه والجدية التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين باتخاذ الخطوات الحثيثة لتعزيز هذه الشراكة والتصدي للإرهاب كيف سيكون المشهد على الأرض بعدما شهدناه في الأيام الأخيرة هذه بستراتيجية مكافحة الإرهاب في بلدان عدة فضل في الواقع ولابد من القول وبكل وضوح أننا نشهد مرحلة جديدة من إعاد بناء العلاقات البينية بين الدول العربية والإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية هذه العلاقات التي شهدت نوعا من الفتور خلال الإدارة الأمريكية السابقة نحن الآن في صدد إعادة ترتيب هذه العلاقة وانطلاقها من جديد إذن نحن أمام مشهد جديد في رسم ملامح علاقات ارتباطية جديدة مبنية على المصالح البينية المتبادلة بين الدول وليس بين القوي والضعيف بل هي نوعا من المشاركة وهذا أهم ما تم إرساله أيضا من رسائل خلال هذه القمم التي عقدت في المملكة العربية السعودية لأن مفهوم العلاقة دائما بين الدول يجب أن يكون الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول ولكن لا بد من بيان أن النظرة التي كانت الغرب وبالتالي الولايات المتحدة تنظر إليها إلى دول الخليج والدول الإسلامية أنها دول مستضعفة تطلب الحماية مقابل دفع المال أنها الآن تبددت لتكون عبارة عن تحالفات جديدة شاروقية كل منهما يحقق مصلحته من خلال التعامل مع الآخر وبالتالي هذا المشهد الجديد الذي بدأ العرب يشكلونه والمسلمين مع الإدارة الأمريكية في رسم ملامح شرق الأوسط جديد وعالم خالي من التطرف تعطي أيضا رسالة واضحة أن الجميع بدأ يشعر بأنه مسؤول وبالتالي الكل يتحمل مسؤولية العبء المشترك في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين وليس هو واجب على دولة دون أخرى وقيل كثيرا تلاقا مما قلت دكتور عيسان بأنه بوابة ترامب للشرق الأوسط والعالم كان لابد أن تكون مملكة العربية السعودية اليوم هذه القمة التاريخية غير المسبوقة برأيك إلى أي درجة تهدد دولا تدعم الإرهاب؟ يعني كلام جميل وصحيح مية بالمية يعني الرئيس الأمريكي ترامب يبدو أنه بغض النظر عن الشعارات التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية هو يعي من خلال المعلومات التي قدمت له من قبل مستشاري أن مركز الثقل في المنطقة سواء كان عربيا أو إسلاميا هو المملكة العربية السعودية وأي دولة أخرى تطلق شعارات على أساس أنها هي الدولة الإسلامية وهي رائعة أو المصالح المذاهب الأخرى وهي ما هي إلا رائعة للإرهاب وهذا ما تم أيضا تحديده وبكل بضوء صحيح بس نقطة أخيرة الآن سألت عننا دكتور عصام أن اعذرني هذه القمة غير المسبوقة إلى أي درجة هي كانت غير متوقعة للدول الداعمة للإرهاب وتغير ربما سراتيجيتها على المدى البعيد والقريب يبدو حقيقة أن الدول الراعية للإرهاب لم تكن تتوقع أن يجتمع هذا العدد الكبير من رؤساء الدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية وأن يأتي الرئيس الأمريكي في أول زيارة له خارج الولايات المتحدة ليلتقي بهؤلاء القادة العرب والمسلمين أنا أعتقد أن المغزى الكبير في مجيء الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية واجتماعه بالقادة العرب والمسلمين في هذه القمام هو دلالة واضحة ورسالة إلى الدول الراعية للإرهاب بأن هؤلاء هم شركاؤنا في المنطقة وهؤلاء هم القادة الحقيقيين الذين يدعمون ضد الإرهاب ومكافحة التطور خاصة تم ذكر إيران أكثر مرة شكرا لك عبر الأخمار الصناعية من رياض أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دكتور عيسان ملكاور ترجمة نانسي قنقر